وهذه مسألة مهم للشباب خاصة وليهان في هذا العصر على وجه المرصوص ويزاد خصوص الكلمة كلما تقدم الزمانه أكثر ألا وهي أن نتهم عقولنا على ديننا يعني ما ما قرأنا نصر في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم فخالف أهوائنا وخالف مشاعرنا لا نتهم نصر الله عز وجل من نتهم عقولنا وكما يعني يذكر الإمام أصفهاني قال العقل الشرع سائس والعقل تابع يعني نحن طاقاتنا وعقولنا وإمكانياتنا تابع للشرع اليوم كثيرا ما نسمع في وسائل التواصل الاجتماعي شخص يقول لك هذا الشرع ما خرط مشطي يعني يجعل عقله حكما على شرع الله عز وجل ولا يجعل شرع الله حكما على العقل شوف الأصفهاني ماذا يقول يقول العقل تابع والشرع سائس يعني الذي يسوسنا والذي يقودنا والذي يوجهنا هو شرع الله عز وجل واخر ما أجعل آية ما وفقت هوا يقول لك هذه الآية أخي يعني هذا الدين الإسلامي ليس دين الإنسانية آية أو حديث رواه البخاري ما يعني خرط مشطه كما يقال في العمية لم يقترب به وجده مصادما لهوا يقول لك أخي هذا الحديث يعني ليس صحيحا عند البخاري لأنه ليس منقين فيجعل من عقله الخاص يجعل من عقله الخاص حكما على الشرع لأن هذا أرغم بالرسلح الحديبية بشهادة العقل الفقه أرغم بالرسلح الحديبية أن نتهم آراءنا في مقابلة الشرع الآن الشروط التي ذكرتها لكم بنود الصلح ظاهرها كان يوافق هو المسلمين أو يخالفون كان يناقض هو المسلمين لذلك قال قبتاء السيرتي لن يرضى أحد عن شروط الصلح إلا أبو بكر الصديق يعني أبو بكر الصديق هو الوحيد الذي طابت نفسه بشروط الصلح اعتقادا منه بأحقية رسول الله صلى الله عليه وسلم أما كل الصحابة انزعجوا ووجدوا أن هذه الشروط لا مساوة فيها طيب أبرز الشروط الظاهر أنه يضرب المسلمين حاشاته طبعا لكن الظاهر من جاءنا منهم مشركا رددناه ومن ذهب منا مرتدا لم يعده طيب عملونا بالمساوة قال لا ينبغي قال فيما بعد دروة فيما بعد تمين للصحابة الكرام أن هذه الشروط التي أسعجتهم والتي كانوا يخالفونها كانت خيرا لهم ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه أكتبوا من الشروط ما يعتبكم لكان في هذه الشروط نهايتهم خير للأخوان الكرام يعني الشروط لو كذبت على بساة الصحابة لكان في هذه الشروط نهاية المسلمين لكن الله عز وجل يقول وعسى أن تكره شيئا عسى أن تكره شيئا وهو خير لكم وعسى أن نحب شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلم إذن شروط الصلح الأربعة أسعجت المسلمين وكان فيها خير فالنفس الذي أقوله ليس هو الشيء يصادر هوانا ويزعجنا ويزعج عقولنا معنى ذلك أنه لا وصحة للمسلمين في صحيح البخاري المسلم عن سهل ابن حنيف شوكوا شوكوا الهريف قال رضي الله تعالى عنه قال قلت يوم صفين يا أيها الناس اتهموا رأيكم على دينكم اتهموا رأيكم على دينكم ولقد رأيتني يوم أبي جند ونزعجوا لما رد رسول الله صلى الله عليه وسلم أما جند هو الاخذ المقدم الذي أعطانا إياها أيها الناس اتهموا عقولكم على دين ولقد رأيتني يوم أبي جند ولو استطعت أن أبد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره لردده يعني لو كان بإمكانية أن أقول يا رسول الله لن نقبل بشروط الصلح الذي كتبتها قال لردده ثم تبين له بعد ذلك أن شروط الصلح كانت بأكملها وأجمعها في صالح المسلمين فنحن يا أخوة الكرام لا نعلم دين الخير وإن الشر لكن سبحان الله العظيم سوفوا من الحكمة الإلهية الآيات التي تكلمت عن الصلح الحديدية جاءت قال لقد صدق الله رسوله الرؤية بالحق لتدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون كبل الآية فعلم ما لم تعلم فجعل من دون ذلك فتحان قريبا فعلم ما لم تعلم كأن الله يريد أن يقول أنتم تعلمون الضواهر وأنا أعلم الضواهر فلما وقفتم عند الضواهر انزعجتم وكنتم أن تردبون بالصرش ولكن ما أعلمه أنا غير ما أعلمه أنه قال فعلم ما لم تعلم من الخير الذي كان في الضواهر شرا وقاسيا عليكم ولكنه كان في بطنه كان خيرا عليكم لذلك ختمة الآية قال فعلم ما لم تعلم فجعل من دون ذلك فتحا قريبا الفتح القريب على رأي كثير من أهل العلم هو هدنة الجديدية يعني هذا اللزعان الذي أزعجكم وهذه الشروط التي ما وفقت هواكم سماها الله عز وجل شوه سماها فتحا إذا كم من الأشياء نحن نراها مصائب نحن نراها ملائق ومزعجة ونراها عزرا والله عز وجل يجعل فيها الفتح سبحان الله ذكرت قصة بحوالي تقريبا خمس أو ست سنوات في هذا المسجد قصة فراتها مترجمة في الأدب الصيني هذه القصة إذا تحط البالك تريحك كثيرا في حياتك قال فهذا القصة رجل صيني يعيش في مقابعة عنده حصان يحبه كثيرا وقد تعلم أهد القرية شففه بهذا الحصان يعني متعيق به تعلمها جديدا لكن هذا الرجل كان محنكا عاقلا قال فمات حصانه فجاءه أهد القرية يعزونه في الحصان الذي مات قول بالك إن شاء الله الله سبحانه وتعالى يرزوك غيره فقال لكم كلمة أنتم لا تعلمون أين الخير وأين الشر والله يعلم وأنتم لا تعلمون يعني ما الذي يجيكم أن موت الحصان خير لي هو في الظاهر منزعج لي لكن قال لهم أنتم لا تعلمون أين الخير عفوا ومات حصانه هرب حصانه هرب تركه وهرب فجاءه أهد القرية يعزونه قال أنتم لا تعلمون أين الخير وأين الشر قال معنى أيام قلائل رجع الحصان ومعه حصان بره الظاهر صار عبره فصار عنده في الأصطفل صار عنده الحصان قال فجاءه أهد القرية يهدئونه إنه والله طبع هذا الأمر كان في الظاهر شرا لكنه في الباطن كان خيرا قال فجاءوا يهدونه قال أنتم لا تعلمون أين الخير وأين الشر قال صفد ابنه على الحصان البري ليرمضه فوقع عن ظاهر الحصان فبسرت قدمه فجاء أهد القرية يعزونه فقال له أنتم لا تعلمون أين الخير وأين الشر قال حدثت حرب بجوار نقاط عائده فاستنفروا كل شباب القرية إلا المكاسير فلن يأخذ هذا الولد الذي كسر القدمه فجاءوا يهدئونه قال أنتم لا تعلمون أين الخير وأين الشر نحن هكذا نعيش أخوان الكرام إذا وقفنا عن ظاهر سخطنا على قدر الله عز وجل ومددنا قدرا ولدنا الله به وإذا سلمنا الأمر لصاحب الأمر ولو أسعجنا لابد أن نسأل الله يقينا يخفف علينا مصائب الدنيا مصائب الدنيا كثيرة شروحة دعاءنا لصلى الله عليه وسلم إذا كل ما ارتفع معدل اليقين في نخوسنا هادت علينا مصائب الدنيا القرآن الكريم خمس مرات هذه الآية ذكرت في القرآن والله يعلم وأنه لا تعلم يعني أنت أساس كنت تعلم مثلا في شركة مرتبه عالي أرواحك عالي تمام طردت من شركة علما استحضر هذه الآية والله يعلم وأنتم لا تعلمون أنت لا تعلمين الخير وإن الشر ربما أنت ترزق بولد فيعيش في عز شبابيني فجأة يعاق هذا الولد يموت هذا الولد استحضر قول الله عز وجل والله يعلم وأنتم لا تعلمون لذلك يقول العلماء أوف العبادات شو أعلم عبادات شو بتدرقه أوف عبادات قال أوف العبادات رضا العقلي بالمقادير أعلى عبادة أن يرضى الإنسان بما قدره الله عز وجل يعيش سعيدا لهذه من أركان الإيمان كالإيمان بالله الدمنا بالله شوفوا الحديثة أي أسس ومعه النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن قدم أو بعث في مركة المكرمة في أول بعثته قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه وقصوله وقدر خيره وشره من الله قاعدة ومعه صلى الله عليه وسلم في بداية مبعثه عليه الصلاة والسلام لذلك سهل أبو البعيف يقول أيها الناس اتهتوا رأيكم على دينكم ولقد رأيتني يوم أبي جندل حديث الصحيحين ولو استطعت أن أرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره لرد